اشتركوا في القناة فإذا أردت اكتشاف جسدك أكثر فما عليك إلا أن تستريح وأن تستمع جيدا لما سأقوله لك يقال إن العين هي مرآة الروح كما يمكنها أحيانا نفشاء ما تخبئه من مشاعر بداخلك فنظرة واحدة كافية للوقوع في الحب ونظرة كافية لجذبك وبإمكان نظرة أن تقتلك أيضا ولكن لنعود لموضوع اليوم فالشاء المثبت حتى الآن والذي قامت جامعة بيتسبيرغ مؤخرا بدراسات حوله هو أنه بإمكان لون عينيك أن يحدد إلى أي مدى تميل إلى الشعور بالألم فمثلا تشعر ذوات العيون الفاتحة بآلام أقل أثناء الولادة مقارنة بذوات العيون الغامقة أيضا يميل ذوو العيون البنية الغامقة بوجه عام لأن يمتلكوا شخصية قوية بينما يتسم ذو العيون العسلية بالعفوية والطموح ويتسم أصحاب العيون البنية الفاتحة بالحساسية وتغلب عليهم العاطفة على العقل بينما يجمع أصحاب العيون الخضراء بين العاطفة والعقل ويمتاز أصحاب العيون الزرقاء بالنباهة وسرعة البديهة وأنت إلى أي منهم تنتمي اللسان بالرغم من أنك لن تصدق ذلك ولكن بإمكان لسانك أن يخبرك الكثير عن صحتك ولذلك ففي الطب الصيني يعتبر اللسان من أهم عوامل تشخيص المريض وهو أساس عدم توازن الجسم فمثلا يعبر هذا اللسان عن صحة صاحبه ذلك لأن هذا هو اللون الطبيعي لللسان لون وردي يميل إلى البياض وحواف صغيرة ناعمة ولكن إذا كان لسانك حوافه غائر هكذا فهذا يدل على ضعف نظامك الهضمي وإذا كان أحمرًا هكذا فيدل على نقص الفيتامينات بجسدك وإذا كان يميل إلى اللون البنفسجي فهذا يعني أن الضورة الدموية بجسدك ليست على ما يرام وأخيرًا إذا كان يحتوي على تشققات فهذا يدل إما على نقص الماء بجسدك أو على زيادة حرارته وأنت أي نوع من هذه الألسن لديك؟ الجلد دائماً ما يعكس جلدك ما بداخل جسدك فالحساسية المفاجئة والبقع وشحوب الجلد كلها علامات على ما يحدث بداخلك كل هذا تعرفه بالطبع ولكن ما لا تعرفه هو أن نوع جلدك يحدد كثيرًا من سماتك الشخصية فالأشخاص ذو البشرة الدهنية يميلون إلى كونهم شجعانًا أقوياء ومثابرين كما أنهم أكثر سعادة من غيرهم بينما يملك الذو البشرة العادية عقلية متفتحة وإذا كنت ممن لديهم بشرة غير صافية أو مليئة بالحبوب فأنت تحب المغامرة وبالرغم من كونك خجولاً إلى أنك تحب تجربة الأشياء الجديدة وأخيراً يميل ذو البشرة الحساسة إلى العاطفة وتحمل المسؤولية كما أنهم اجتماعيون ولا تفارقهم الابتسامة السرة نعم تعبر سرتك على أشياء كثيرة بداخلك وبالطبع لن أتطرق إلى كونها مكانًا مناسبًا لنمو البكتيريا والجراثيم ولكن سأخبرك ماذا يعني شكل سرتك وإلى ماذا يشير فمثلاً إذا كنت ممن لديهم سرة بارزة فاحتمالية إصابتك بالفتق كبيرة ولذلك عليك تجنب حمل الأشياء الثقيلة أما ذو السرة الصغيرة فلديهم أعلى نسبة إصابة بالإنفلوانزا مقارنة بغيرهم ويعاني من لديهم سرة تشبه حبة اللوز من آلام الرأس بكثرة كما يجب على ذوي سرة المقعرة أو المخفية الانتباه إلى نظامهم الغذائي ذلك لاحتمال تعرضهم للسمنة بنسبة كبيرة وأخيراً ذوات السرة المثقوبة أو ما يعرف بالبيرسينج والتي يعتبرها البعض من أجمل الأشكال إلا أن أصحابها وغالباً من الإناث يعانين من آلام العمود الفقري والكلة أصابع اليدين تساعدنا أصابع اليدين على القيام بالكثير من المهام اليومية ولكن هل كنت تعلم أن لأصابع اليدين وظيفة أخرى؟ لمعرفة هذه الوظيفة عليك أولاً معرفة ما نوع أصابع يديك والآن قارن ما بين تلك الأشكال الثلاث وأصابع يديك واختر أقرب شكل لهم وسأخبرك ماذا يعني كل شكل من الأشكال الثلاثة إذا كانت أصابع يديك تنتمي إلى رقم ألف فأنت شخص صريح ذو صدر رحب ودائماً ما تظهر أمام الجامع قوياً أنت مستقل وحساس ولكنك لا تحب إظهار مشاعرك للآخرين إذا كانت أصابعك تمثل رقم باء الأصبع النصل فأنت شخص مبدع وعندما ترتبط بشخص فأنت تخلص له دائماً ولا تحاول أبداً خداعاً كما تعطيه كامل اهتمامك أما بشأن العمل فأنت دائماً ما تنفذه على أكمل وجه وكثيراً ما يشغل بالك ما سيقوله لك الآخرون وأخيراً حرف جيم إذا كنت من ذوي مفصل الإصبع الكبير فأنت ممن ينسون سريعاً ما يضيقهم ولا تحاول باستماتة التصدي للمواقف التي تخرجك من منطقة راحتك لديك قلب رقيق ولذلك تفكر مرتين قبل الإقدام على إيذاء أحد إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم